مرحبا المتشبعين الكرام أهلا بكم في قناتكم الأخبارية المغرب دوتكم لا تنسى الاشتراك ليصلك كل جديد إن شاء الله هذه أبرز العنوي واحد خيلوزيش تكشف رسميا عن قائمة المنتخب المغربي كشف الناخب الوطني واحد خيلوزيش صباح يوم الأربعة عن القائمة المنتخب المغربي التي تتخوض ثلاث مباريات خلال الأيام واحد والتاسع والثالث عشر يونيو أمام كل من الولايات المتحدة الأمريكية وجنوب إفريقيا وليبيريا على التوالي وعرفت القائمة غياب كل من عمران لوزا وصفيان بوفل بسبب الإصابة فضلا عن حاكيم زيش الذي تشبت بقرار الاعتزال بينما تم تسجيل عودة كل من نصر مزراوي وأيمن حارج بعد جلسة الصلح مع الناخب الوطني وجاءت القائمة على الشكل التالي حارس المرمى ياسين بونو مونير المحمدي أناس زنيشي خط الدفاع أدم مصينع رومان سايس نيف أكرد سامي مايي أشرف حكيمي نصر مزراوي علكوش الياميق يحيى عطية الله خط الوسط سليم أملاح سفيان أمرابط عز الدين أناحي فيصل فجر عادل تعربت وخط الهجوم طارق تيسو دالي أيمن حارج أيوب الكعبي مونير الحددي ويوسف نصيري زكريا أبو خلال وسفيان رحيمي شكرا على حسن المشاهدة لا تنسى الاشتراك وتفعيل الجرس ليصلك كل جديد إن شاء الله اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر